الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النر وقد قبعنا القادر حينيا بما شهر ربيبا وشهر لنا حلواتنا عندما قلنا بقناة من الأولى وهذا هو أن تفعل الأشياء لفصول الناس وأن تحب الأشياء الله سبحانه وتعالى مع تفضل من الأفضل لأن لأن تحب الأشياء يجب أن يكون محباً لفصول الله سبحانه وتعالى وأن يجب أن يكون لفصول الاخلاص لكن إذا كانت تحب الأشياء الناس وأن تحب الأشياء في تحب الأشياء سحب الأشياء ليست فعلاً وانتنى أن تحب الأشياء يجب في تحب الأشياء فهذا هو أن تحب الأشياء لذلك تطرق الأشياء الكلمين في بلدًا الأشياء هناك إنهم نفع بها وكذنف الصلاة شب وداية أول مأتمت ولكن لم تساعد الله أولى أولا للتعضى ولكن لم تساعد الله وأولا للأولى وقرأت القرآن ولكن لم تساعد الله لذلك يقومون بها بطاقة جدا على مرسالة القرآن كما قال المنطقة صلى الله عليه وسلم وعنذ نتحدث عن هذا إنه مهم جدًا لنا أن نفهم هذه الحالة و أن نتعلم عنها و أن نتعلم كيف نحن نحن منها لأن الإداء والرياء والحالة والحالة يتعلم يمكن أن يكون جدًا و يمكن أن يكون جدًا لذلك مهم جدًا لذلك مهم جدًا أنه قد تنظرم و أننا حيث و أن نفهم جدًا و أن نفهم جدًا و أننا نقصد إلى اللهم و أن أخذنا مجدًا لأننا سيبقى تحصل على ما نفعل يمكن أن تكون صلاة أو زكاة أو صداق أو أي شيء عبادة مهم جدًا لنا أن نعرف بكم أين ننتقل ويجب أن نعرف ما هي الرياء وماذا يعني لديه ريا وماذا يعني لتعلمك أن تكون نعرف وماذا يعني لتعلمك أن تكون في الاحباط ومن يكفر بالله فقد حبط عمله ويجب أن نعرف هذا الاحباط ونحن نعرف فقط لتعلمك أن تكون لدينا ويجب أن نعرف أنه لنا يقول الله سبحانه وتعالى وما أميروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فقط يجب أن يحبط الله مع مقبلة اخلاسة مع مقبلة اخلاسة لأن الله سبحانه وتعالى فقط يجب أن يحبط الله مخلصين لهم الناس ومع مقبلة اخلاسة ومع مقبلة اخلاسة هذا هو الله سبحانه وتعالى إظن أنك تعمل لأحدث وأنك تعمل لك بالطفل وأنك تعمل لك بالطفل وأنك تعمل لك بالطفل وأنك تعمل لك باللغة ومن من أصبع فقط تأخذ 5$ تضعه للفيقاء تضعه للأسفاق أื biggest italy to any person or he anyone are you give it to yourself or you draw it away definitely this person or this this boss for you will be upset and will be mad وَلِلَّهِ الْمَثَلْ أَعْلَى he wants this person who for hire to he expects a hundred percent out of you the same thing وَلِلَّهِ الْمَثَلْ أَعْلَى and Allah Is higher than to be given such example الله سبحانه وتعالى الذي خلقتك الله الذي تحضر لك الله عز و جل الذي تحضر لك هذه الممارسة أن يكون في هذه الأرض تحضر 100% منك و تحضر أنه عندما تفعل شيئا لكي تفعله لكي تفعله بمجرد 100% لذلك لذلك عندما تفعل شيئا و تشارك و تشارك مع الله سبحانه وتعالى كل ذلك تحضر إذا كان 99% لكي الله و 1% لكي أخرى من الله كل ذلك تحضر لذلك تحضر أن تفعله و تحضر أن تفعله و تحضر أن تفعله لماذا نفعله و لماذا تفعله لأنه إذا تفعله بمجرد تفعله حتى 99% لكي الله فلن تحضر الوقت ليس فقط ذلك ولكن ربما تفعله لكي تفعله يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا و أنه يريد و أنه يريد و أنه يريد و أنه يريد و أنه يرى أن يجد الله سبحانه وتعالى لذلك تفعله فلن تفعله و أنه يريد 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 بمجرد لكي الله سبحانه وتعالى و ليس لتفعله مع الله عندما يريد الله سبحانه وتعالى لذا هذا مفترض والدكي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه يقول النبي صلى الله عليه وسلم that the Prophet صلى الله عليه وسلم said that Allah سبحانه وتعالى says I am the best to have any partners with me I am the highest to have any partners with me and he who does an action he who does an action and takes a partner with me he who does ibadah and takes a partner with me then I will abandon him and his shirk I will leave him alone with his shirk I will not credit him with anything so very important you see the danger of people who are spending a lot of time making the effort for their own intention you see how it fires back at them ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجان قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه he said صلى الله عليه وسلم shouldn't I tell you about something that I'm worried about you to fall into more than I'm worried about you from المسيح الدجان the Prophet صلى الله عليه وسلم and we have talking about the fitna of المسيح الدجان and we have talking what he brings with him and the major fitan that he brings and come along with him the Prophet صلى الله عليه وسلم is saying here something is even more dangerous than all that something I'm worried about that you might fall into more than I'm worried from المسيح الدجان because المسيح الدجان is clear and مسيح الدجان is obvious and the Prophet صلى الله عليه وسلم had described him to us so he is right there in front of us we can know him we can identify him we can avoid him but this thing that the Prophet صلى الله عليه وسلم is warning us from and he's even more worried for us from this thing is something that is hidden and something that a lot of us might fall into and without realizing we don't even know that it is it's there we might not we might be going through it and falling into it for years and years and we never realize that so the Prophet صلى الله عليه وسلم said yes ya Bala tell us what it is what is it that you're more worried about than المسيح الدجان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي the hidden shirk the hidden shirk you see there's shirk